بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة الغالية أسرة قناة ابن الواحى أهلا بكم وفيديو جديد في فيديو النهاردة هنتعلم إزاي نفك أجزاء الكارونا الأمامية دي كارونا أمامية قدامنا هنحاول نفكها دي الوقت إن شاء الله مع بعض كده هنفك في البداية السلاح الاستوانة دي الأول إن دا كان طلب أحد المشتركين أخويا حبيبي للأستاذ رجب كان قال لي اعمل لنا فيديو إزاي نفك الكارونا الأدامانية أجزاءها اللجوة عشان نتعرف على التروس والبيلي طبعا السبب اللي هيخلينا إن نحن نفك الكارونا الأمامية دي الوقت زي ما حضراتكم شايفين لو بصينا كده فيه رجة كده لستوانة هي ركبة يا جماعة بس فيه رجة الرجة دي تقريبا ومش تقريبا غالبا بيبقى البلي فيه مشكلة هنبدأ نفكها مع بعض هنجيب مفتاح الألان كيس صغير ده هنحطه هنا كده واحدة واحدة لغاية نحرك كده لغاية نما تيجي الفتحة قصادها تمام كده يا جماعة هنبدأ نفك الصمولة مع بعض الصمولة دي يا جماعة بتفك يمين عكس الصواميل التانية هنجيب معانا الزرادية هيا يا جماعة بالوضع ده زي ما حضرتكم شايفين ههو الصمولة هنركنها على جنب هنشيل الغطل اللي هو ساند الاستوانة هنشيل الاستوانة كده يا جماعة دي نشيلناها هو بالوضع ده هنركنها على جنب خلاص بقى هنشيل مفتاح الألان كيس الصغير اللي احنا سندنا به وفكنا به الصمولة هنبدأ نشيل القطعة دي زي ما حضرتكم شايفين كده يا جماعة هادي اللي بيبقى تركب فيها الاستوانة هنركنها على جنب لو بصينا كده يا جماعة شايفين يعني انا هقرب الفيديو كده نبص حضرتكم فيه رجة كده تا كده ده داليل على ان البلي ايه مبوش طيب هنفكها ازاي هنبدأ في البداية هنشيل الحلة دي هنفك التلات مسامير دول مع بعض صب Antarctica Films Argentina شلنا التالت مسامير زي ما حضراتكم شايفين كده هنركنهم على قام شلنا الحل هو بالوضع ده خلاص كده بقيا معانا بقى دلوقتي احنا محتاجين اللي هي بين ست التيل بقى عشان نشيل بيها التيل اللي دي فيه تيلة هنا هي وفيه تيلتين موجدين قوة تيلة سندالي الترس اللي هو الخلفي وفيه تيلة اقدر اشيل بيها او نما شيلها هتسقطلي البلي او من الترس نفسه فاحنا هنبدأ في البداية هنبدأ نشيل التيلة دي يا جماعة هدي معانا زي ما حضراتكم شايفين البنسة بتاعت التيل هنمسك التيلة كده يا جماعة بالرعة كده طبعا دي يا جماعة عايزة تركيز اهو يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين شلنا التيلة خلاص كده هنحاول بقدر الامكان ان احنا نخبط عليها من فوق ونشدها جامده يا جماعة طلعت زي ما حضراتكم شايفين اهي البليا دي اهو يا جماعة يبقى خلي الاجزاء اهي موجودة تمام فاضل اهو الترس كده هي سقط معايا اهو ممكن واحدة واحدة كده سقط هو والبليا اللي جوه طيب الترس الخلفي موجود معانا لسه قاعدة اهو يا جماعة طبعا فيه تيلة اهي سندة الترس اللي جوه اهو يا جماعة هنبدأ نشيلها مع بعض هبص بص يا جماعة لاحظوا مكن التيلة من بنسة التيل مكنها من التيلة هتبدأ تسحبها معاك لفوق سحبناها كده هنبدأ بالراحة كده يا جماعة هنخبط عليها كده او هنجيب خشبة وانت برضو نفس القصة كده دي ما بتنزلش بسهولة نجيب خشبة تخبط عليها كده لغاية نميه سقطت هي يا جماعة نركن الخشبة دي على جنب اهو يا جماعة طيب باقي حاجة جوه لا يا جماعة كل الترس سقطت هي اهو لو ركزنا اهو يا جماعة ده الترس الخلفي اللي لاني لسه فكه دلوقتي اهو يا جماعة اهو ادي 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 مجموعة التروس اللي موجودة جوه في الكارونة الخلفي الامامية اللي بيبقى فيها استوانة محشية البرسين طيب يا جماعة هنعمل اي بقى بالراحة كده احنا فيه بليتينهم يا جماعة بليتينهم ورد الترس بالراحة كده هنبدأ نشيل التيلة دي طبعا يا جماعة دي عايزة بنسى تفتح تيل اللي موجودة معانا اللي هي ايه بتضم التيل وتمسكها على اساس ان احنا انت لو هتطلق لكن دي عارش يا جماعة انا عارف ان الفيديو هيبقى طويل بس فيه ناس بتقول لي بالراحة عايزين نفهم واحدة واحدة انا معايا بنسى تانية يا جماعة بتاع التيل بس زي ما تقولوا حضراتكم كده ايه يعني مش عايزة التيل اللي هي فتحتها واسعة مش هتجب معانا انت لو معايا بنسى التيل كده بتفتح هتريح كتير لان هي بس جزئية الصعبة الوحيدة هي دي لان انا بفتحها بايدي هي اصلا دي مش بتاع تفتح بالراحة كده يا جماعة هنحاول فيها تاني ونفتح بين سيت التيل اهو يا جماعة اهو ها هي يا جماعة طلعت بمفاك صغير كده اول مفاك كده ها هي بتطلع معانا واحدة واحدة اهو ها يا جماعة خلاص كده شلناها خلاص يا جماعة عشان اقدر لانا سقط البليتين دول خلاص بقى لانا هغير لها البلي بالراحة كده. بالراحة كده نخبط عليها كده. بقيت نامة تسقط يا جماعة. وبما فكت كده ابدأ اوسع لها. هيا يا جماعة. هيا يا جماعة. زي ما حضرتك مش شايفين? اهو. هي بتبقى عايزة خبطة كده عليها من فوق. بس احنا مش عايزين نبوز نبوز الشرشرة بتاعة الترسي ده اللي هي اللي وره اللي بيركب فيها سيخ محاشة البرسيج. تمام كده يا جماعة. اهو يا جماعة. يبقى احنا معانا الكارونا الخلفية. فيها ترسينهم زي ما حضرتكم شايفين يا جماعة. وفيها بليتين تلاتة اربع بليات يا جماعة. اربع بليات. معانا تلاتة قد بعض. مقاس واحد. والربعة اكبر منهم شوية. وعندنا التي لها دي تيلة كبيرة. وتيلة كبيرة زيها تاني. اكبر منها. وفيه تيلة صغيرة اللي هي ايه? فكناها من الترس الصغير ده. يبقى دي يا جماعة كل اجزاء الكارونا الامامية هي دلوقتي بقيت فضية. ما فياش اي حاجة يا جماعة. طبعا التروس دي ما بتتبعش يا جماعة. التروس دي ما بتتبعش ولا المسمر ده اللي بتركب في التروس. لكن ده والتيل دي ممكن تقدر تتصرف فيها. ده الجزء الاولان يا جماعة في الفيديو. يا رب يعجبكم. ما ننساش نعمل لايك واشتراك في القناة. ونفعل زر الجرس عشان وصلنا كل جديد.